السادة الحضور كتاب ملامح القضاء الدستوري المصري والذي يصدر باللغتين العربية والإنجليزية هذا العمل العظيم ما كان ليتم في صورته المثلى لو لا الجهد الكبير الذي قام به الدكتور توماس أودال وهو الأستاذ بكلية حقوق كاردوزو بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية فهو أستاذ يجمع بين فصاحة اللغتين العربية والإنجليزية وعمق الفهم القانونية وقد بذل في سبيل خروج هذا المؤلف جهداً كبيراً في الوقوف على مضمون النص العربي ثم نقله بعد ذلك إلى اللغة الإنجليزية بعبارات تجمع بين الفصاحة والرصانة ومنتهى الدقة الآن نتابع معاً كلمة الدكتور توماس أودال وهي كلمة من خلال رسالة مسجلة لتواجده بمدينة نيويورك الأمريكية مرحباً بكم كلكم وشكراً جزيلاً لكم يا أيها المستشارين المحترمين من قضاة المحكمة الدستورية الأولية الشرفاء أشكركم على هذه الدعوة الكريمة للاتصال معكم وللحوار معكم ولو كان عن بعد وبشكل تسكيلي بس لأني حاسس ولو ألقي خطاب مسجل كأنه في فعلاً اتصال بيننا وحوار مشترك بيننا بسبب التجربة العظيمة التي تشرفت بها لما أتتني الفرصة أن أترجم بعض أحكام هذه المحكمة الشامخة فهذه الترجمة هي عملية ألزمتني أن نحاول الدخول في قلب تفكيركم ومنطق قضائكم لكي أنقلها إلى لغة جديدة وقراء جدد ومرحباً بكم أيضاً يا سيداتي وسادتي من عمال المحكمة أنا أعرف أنه ما في محكمة بالعالم بتقدر تشتغل من غير فرقة ناس كبيرة تتكون من مساعدين للقضاء ومكاتب إدارة وحراس وغيرهم فأخيراً مرحباً بكم يا أيها الأساتذة والباحثين وإخوتي المحاميين أنا دائماً بحس بقدر من الإخاء لما بسافر أياً كان البلد وبتعرف على الشخص محامي أو طالب أو مدرس قانون أو صحفي بيكتب عن الشؤون القانونية فمشان ذلك الإخاء أنا بكون كثير مبسوط أحكي معكم اليوم إذن فلما وقع قدمي الأول على طريق تعلم اللغة العربية وهو طبعاً طريق مشهور بصعوباته ما كنت أحلم باحتمال أن مرور الأيام سيحملني إلى القيام بمثل هذا المشروع بدأت أن أدرس اللغة العربية في جامعة هارفرد حيث تخصصت في دراسة الشرق الأوسط وبذات اللغة العربية بعد التخرج حصلت على منحة من وزارة التعليم الأمريكية أمكنتني أن أسافر إلى أم الدنيا وأستمر في دراساتي اللغوية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وسكنت في مصر لأكثر من سنة ثم رجعت إلى أمريكا لأدرس الحقوق في جامعة جورجتان وركزت هناك على دراسة القانون الدولي خرجت سنة 2010 وأخذت منحة فولبريت أمكنتني السفر إلى سوريا والقيام ببحث عن القانون التجاري في سوريا أما الترجمة القانونية فجربتها أنا ذاك للمرة الأولى لما طلبت مني مجلة اقتصادية في سوريا أن أترجم بعض التشريعات الجديدة المرتبطة بالاستثمار الأجنبي في سوريا وبقانون الشركات وبغيرها من المواضيع التجارية لما رجعت إلى أمريكا اشتغلت لأربع سنوات محاميا في مدينة نيويورك متخصصا في النزاعات التجارية في مجال التحكيم التجاري الدولي ومنذ سنوات قليلة قد تركت ممارسة المحامة لكي أدرس في كليات الحقوق ولحسن الحظ لما تركت ممارسة المحامة لكي أصبح مدرسا وباحثا بالقانون فصلتي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وبالأخص علاقات الاحترام والود بينني وبين الأساتذة هناك ازدهرت وتحولت إلى علاقة عمل وبحث لما دعاني الأستاذ عمرش لأني أن أساهم في تأييد مشاريع وحدة أبحاث القانون والمتمع التي هو كان أسسها للتو وقت إذن فتشرفت بالفرصة أن أعمل مع الجامعة الأمريكية خلال السنوات الأخيرة مترجما لعدة مجموعات من أحكام المحاكم الأعلى في مصر بما فيها مجلس الدولة ومحكمة النقط والآن المحكمة الدستورية العليا وهنا لابد من ذكر إسمين لم أستطع إكمال هذه الترجمات من دون المساعدة منهما وهما أولا أحمد حسام المحامي الماهر وثاني محمد بصل الصحفي البصير والخبير في الشؤون القانونية إننا أنا وهما تحورنا كثيرا أثناء السنوات الأخيرة في أسئلتي دقيقة عن الترجمات التي كنت أقوم بها وتلك الأسئلة لم تكن لغوية بحثة إنما تعلقت بمفاهيم قانونية وبتفاصيل إجراءات المحاكمة في مصر التي تختلف عن الإجراءات التي أعرفها في مهنتي كمحامي في الولايات المتحدة ومن هذه الحوارات تجيء نقطة مهمة وهي أن ترجماتي والترجمة القانونية ليست مسألة القواعد فحسب بل أنها عملية مقارنة فالمترجم القانوني يجدر به أن يقارن بين أنظمة قانونية مختلفة بحثا عن نظراء بين الأنظمة من حيث إجراءات وإدوات قانونية إن وجدت أو إن لم توجد فعلى المترجم أن يختار مصطلحا جديدا من صنعه الشخصي أو اللا يترجم وأن يكتب الكلمة الأصلية أو التعبير الأصلي في أبجدية اللغة الجديدة من أجل تخبير قراء الترجمة أن المفهوم القانوني المعين لا نظير له في لغة الترجمة أو في النظام القانوني المأهول عند أولئك القراء فمن هذه النحية كانت ترجمة أحكام هذه المحكمة تجربة تحليل وبحث بقدر ما كانت تجربة لغوية أيضا فأسعدني كثيرا أن أتشرف بهذه الفرصة لكي أتعلم منكم وأقترب منكم وإن شاء الله أن نتعرف إلى حد أن مثل القول المشهور في القرآن الكريم وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا وشكرا ترجمة نانسي قنقر